أنا عايز كلنا يا أستاذ عزة في هذه الليلة ندخل على الله من باب الذل من باب الانكسار سمحني يا رب اغفر لي يا رب رضيني يا رب حقق أمني يا رب ما تسيبنيش لوحد يا رب مليش غيرك يا رب انصرني يا رب أنا ضعيف يا رب محتاجك يا رب ادخل على ربنا أكلم ربنا كده لازم أدعية وارفع المنصوب وانصب المقصوب أكلم ربنا بالجوايا سيدنا النبي يقول كده إن الله يحب العبد اللحوح أقف كده على باب ربنا هذه الليلة والله أبواب السماء تفتح فيها ليلة إجابة الدعاء أوعى الليلة دي تضيع مننا فرصة عظيمة أول حاجة نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة نقف على باب ربنا من باب الذل والانكسار الدعاء الدعاء مهم جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد هو أحد الصحابة بيدي والصحابة بيأمن على الدعاء قاعد سيدنا معاذ لوحده كده بيدعو مع نفسه فسيدنا النبي ندهله قال يا معاذ بماذا تدعو الله أنت بتقول إيه قال يا رسول الله أما إني لا أحسن دا نتك أنت معاذ أم عرفش أقولي الكلام اللي أنت حفظينه دا أنت حفظين حاجات حلوة أوي باللغة العربية أنا أم عرفش أقولي الكلام دا في من معاذ كتير آه بالزم قال له إيه سيدنا للرسول فسيد النبي قال له بس برده أنا حابب أسأل أنت بتقول إيه يعني حايز أعرف بردو قال يا رسول الله أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال له النبي ونحن حولها ندند نحن برضو الدعاء بتاعنا في نفس النطاق وفي نفس هذا الإطلاق